السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي انيساتي سادتي مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم احنا يا الاربح اليوم فاتح ربيع الثاني الف واربعمية واربع واربعين هجرية الموافق لستة وعشرين اكتوبر الفين واثنين وعشرين ميلادية قولا ندخلو في التفاصيل اولا في المواضيع ديال الفيديو بغيتكم تشوفو معايا هات الصورة هادي كما كتشوفو هنا يا سيد ماشي بالسيس ديال الماء وبالعربية مكتوب ماء وباللغة الفرنسية ولا بالاحرف اللاتينية مكتوب L O بغى يقل ل يعني الماء باللغة الفرنسية فهات الصورة هادي لكنناشناها في واحد سياق مختلف واحد زمن مختلف من زمن المغرب هادي واحد تلسنين ولاربع سنين ولخمس سنين فكنا هات الصيدادة سوف نذمه ولا كنا نضحكو عليه وكنا نقوله شوف يعني ما كيعرفش يكتب حتى ما باللغة الفرنسية ولكن اليوم فاتصيق هذا للمغرب يعني ضد فرنسا والفرنسا ضد المغرب والتوجه العام ديال الدولة ديالنا ديال المغرب كيمشي يعني في إدارة اللغة الفرنسية ولا يعني التخلي عليها بصيفة نهائية فالتعليقات اللي كانت على هات الصورة هذي هي تعليقات ساخرة وقد تمشى مع التوجه العام ديال الدولة بحل مثلا هناك يقول لك الأيام الآخرة لللغة الفرنسية في المغرب يعني صافي ما بقاش بندمك يكنترولي اللغة الفرنسية مزيان فهذه الأيام الآخرة دياله أولا اللغة الفرنسية يعني بدأت قدموت في المغرب هنا من هناك نكتشفوا بأنه الدولة هي اللي كتتتحكم في التوجه العام ديال التفكير ديال الناس ولا ديال الشعب فهي بحلقة ديال الفيزا فاشحل هذي ما كانوا مهمة كانوش كيعطيوا الفيزا للناس عادي انت واحد ما كان كيهدار ولكن اللي ما بقاش كيعطيوا الفيزا للناس المسؤولين الكبار في الدولة والناس اللي عندهم فلوس وأساسي دا جامعيا عادي يعني بدك يخرج لك الشي في الإعلام وبدينك نسمع بأن الفلوس ديال المغربة كتمشي في الفيزات وكذا وما كيرجعوه له مش عادي سمعني يعني الدولة هي اللي كتتتحكم في التوجه العام ديال المغربة فبالتالي حتى لا بغاد شيء إصلاح كبير يكون في المغرب فأكيد أنه يعني كمواطنين كأشخاص رحنا مسؤولين عليه وكذلك الدولة عندها وحد الناصب كبير في يعني في التغيير إلا بغاد التغيير يكون في المغرب يعني على العديد من المستويات بحال الطب بحال التعليم وفي الزف ديال الأمور دا بندخله في العناوين والتفاصيل ديال الفيديو ديالنا التفاصيل ما كنتمشيش بعيد على هاد القضية ديال اللغة الفرنسية وديال التعليم مثلا فالعنوان هناك يقول لك تلاميذ المغرب مقبلون على دراسة المواد العلمية باللغة الإسبانية وده بشنو حييدنا الفرنسية عند دخلوه الإسبانية ولا الإنجليزية ولا المهم غادي نشوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع آخر والموضوع اللي هو قنبولة اللي جيبت اليوم هو يعني آآ واحد المحلل استخباراتي إسباني آآ كي يقول لك بأنه تمكن من طلع على بعض التقارير وبعض الملفات وبعض الأوراق اللي كتدار على سيادة مشتركة على مدينة سبتهم ليليا يعني غادي يقول لي كتتحكم فيهم الدولتين مجموعة المغرب وإسبانيا ولا سيادة مزدوجة ولا يعني آآ تحكيم ولا حكم مزدوج ما بين المغرب وإسبانيا فغادي نشوفوا آآ تفاصيل كذلك ديال هاد الموضوع هذا فمرحبا بكم معنا كما دائما فعلى بركة الله الموضوع اللي هو التلاميذ ديال المغرب غادي يقرأوا المواد العلمية باللغة الإسبانية هذا آآ بلاغ مشترك آآ آآ يعني في المغرب ما بين وزير التربية آآ وتكوين ديال المغرب وكذلك الناظر دياله هو ناظرته الإسبانية ولكن هاد الاتفاقية هادية على حساب ما يقولون فكذلك يعني تجبر إسبانيا لأنها تدرس اللغة العربية للناس هنا خصوصا المدرس اللي فيها اللغة العربية هذه نقطة اللي هي بطبيعة الحال آآ إيجابية نقوله بالنسبة للناس اللي آآ يعيشين هنا في إسبانيا ولكن المشكل هو في المغرب لأن هذه عاماين ولات السنين وهو هناك النقاش ديال تدريس المواد اللغة العلمية بالإنجليزية تدريس المواد اللغة العلمية بالإنجليزية نحيدوا الفرنسيان حيدوا الفرنسيان فهذا بغادي الرجع أوتانيك بالإسبانية أنا بالرغم أنني عايش في إسبانيا وكنتقل إسبانيا مزيد الحمد لله ولكن أنا لا أؤيد أنه نبقى نتنقل من اللغة اللغة من اللغة اللغة. او لما ناخدوش واحد القرار او لما بقوا نجربه عام بالفرنسية. وعام بالاسبانية عامين بالانجليزية من بعد رجعو الفرنسية. يعني اللنسرة هي هذه حياة ديال النسرة. واش الطالب غادي بقى عنده هو اه داك السنه hadak اللي عنده اربعتاشر عام عيبقى واقف فاربعتاشر عام كيتنك. عالا غادي بقى كيقرأ في في السبعة والتمنة والتسعة. غادي بقى تم مواقف فلاتك حتى تقرر انت واحد القرار شما اللغة غادي تدرس المواد العلمية. فهنا كيقول لك بانه الاجتماع دي للوزيرين يعني خرج عليه نتيجة دياله هي اصدار مذكرة تفاهم حول احداث مسالك مزدوجة مزدوجة اللغة باعتماد اللغة الاسبانية في الشعب العلمية سيتم التوقيع عليها بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية. يعني هادك يبين بانه راحت دامن على هاد الشيء ده. كما تهدي في المذكرة نفسها الى تعزيز تدريس اللغة العربية في اسبانيا كجزء من برنامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الاسبانية. هاد الشيء ده خسنا نشوفه على ارض الواقع. لان بزاف دلمرات كنسمعوه بامكانك تطلب التربية الاسلامية بامكانك تقرأ التربية الاسلامية كده في المدرسة اللي كتقرأ فيها ولكن في الاخر ما كينشي لا تربية اسلامية لاتشي حاجة. المذكرة عينها تسعى الى تطوير اللغة الاسبانية كلغة اجنبية في المدارس المغربية بشكل اساسي من خلال تعزيز تكوين اساسي ذات اللغة الاسبانية كلغة اجنبية في المغرب. فبطبيعة الحال كما قلنا يعني هاد الشيء هذا خصوم يقرر فيه بصفة نهائية. حال هنا ممكن تعليقات ديال الناس مثلا كيقول لك بماذا سيدرس التلاميذ المودة العلمية مرة يقولون بالانجليزية مرة الاسبانيات تقول الله فهؤلاء التلاميذ انهم سيديعون بهذه القرارات لا مسؤولة وتركهم لحالهم لقد جني على هذا الجيل. فعلا هاد الجيل هذا يعني ما عرف راسهم الرجله. لا تعليم لا صحة لا عمل ولا 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 ولا. تعليق اخر كيقول اتمنى ان تقرأي وزارة التراويات الوطنية اللغة الرسمية التي ستدرس بها المودة الانمية هي الفرنسية ام الاجليزية ام الاسبانية لما لا الالمانية. المهم غير يقولون نجي حاجة باش نعرف راسنا في المشكل. هناك يقول لك باللغة الانجليزية من فضلكم الاسبانية لا من فضلكم. فعلا يعني اللغة الانجليزية هي لغة العلم. احنا لا نضد اي لغة وحتى الفرنسية الانسان اللي عنده الفرنسية راح مزيان باش احتى الناس اللي عندهم تقافة فرانكوفونية ميحسوش بانهم راهما مقصيا ولا شي حاجة ولكن الانجليزية هي لغة العلم وكنتمنى انهم الصراحة انا الرأي دي انهم يقروا انها تكون لغة انجليزية باش الطلبة دي لنا المغربية يسهل عليهم الولوج مآهد عالمية واحتلل كان شي اختراعات ان شاء الله وكان شي حاجة مزيانة فيس هل عليهم يعني انها دوصل للعالمية طبيعة الحال. الموضوع المقلق هو هذا السيد هذا اللي كتشوفوه هنا يا هاد المحلل الاستخباراتي اسمته فيرناندو كوتش بانه كيقول كين هناك اتفاق بين المغرب وآآ اسباني لانشاء قانون خاص للموذل المستقلة اللي هي سبتة ومليلية في حوالي عام الفين وثلاثين شنو كيقول 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 لك بانه هو هو سيدي شفو حتى تقارير وبعض الوراق وبعض الدوسيات اللي كتدر بانها عاد تكون هناك سيدة مشتركة على آآ على سبتة ومليلية هاد السيد هذا مش شغل اي واحد يعني مغموري لكنت انا ونتا ما كنعرفوه عشان ايلا دا بعد عرفته في هاد المقال هادا فهو كيخدم مع يعني كمحلل استراتيجي استخباراتي مع كواترو كذلك آآ كيشارك في برامج آآ تليفوزيونية بحل اوي بروي باللغة الاسبانية اللي كتجي في سين ان لاسبانية وكيجي في خلاص لاسكستا رايغانية عن التعريف هنا يا في 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 اسبانيا آآ وكذلك آآ كيجي آآ كيجي آآ كيجي آآ ديال إدعاء اسبانية ديال آآ سبتة فهات السيد قل لك آآ اللي اأك ان هناك اتفاق بين المغرب واسبانيا لإقام النوع من السيادة المشتركة على مليلية وسبتة وذلك في عام الفين وثلاثين وكيقول لك هنا يا يعني كيف يمكن ادارة هاد السيادة المشتركة فهو كيقول هادي امر يعني يجب مناقشته وكيقول لك بانه هذا ما كيعنيش انه اقتصاديا من ناحية المادية او لا الاقتصاد ما كيعنيش بانه المغرب عادي يقدر يدخل في تسيير المدينتين بطريقة من ناحية الاقتصادية لانه لا ينتمي الاتحاد الاوروبي ولكن كيقول لك يقدر يكون هناك معاهدة خاصة ولا معاهدة خاصة عليك يعطي مثال ديال اندورة متن اندورة الاتفاقية اللي عند امع الاتحاد الاوروبي مع اسبانيا بالخصوص فهناك يعني واحد نوع من الحرية ديال التنقل بين الدولتين ولكن اندورة كتحتافظ بالتسير الاقتصادي والمالي للدولة ديالة كذلك يهضر على تركيا كيقول لك ما كنتنزميش الاتحاد الاوروبي ولكنها داخلة في الناتو في التحالف دياليال الناتو اه كيعطيه مثال بالمغرب كيقول لك الان المغرب يعني كيبين بان المغرب عنده مواقف قوية واصبح قوي بما ان المغرب اصبح حريفا استراتيجيا للولايات المتحدة فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية فعدي يكون من الضروري يعني انه اه يدخل معاه شي نوع من انواع ديال الاتفاقيات بطبيعة الحلباش يعني يولي اه يكون هاد النوع ديال التير ديال هاد المدن هاده. هناك يقول لك هل هذا ممكن آه على حساب الاتحاد الاوروبي على حساب القوانين الاوروبية واش ممكن يكون هاد الشيادة ان ها تكون سيادة مشتركة مع دولة ثالثة غير اوروبية. يقول لك نعم اكتر من ذلك عادي يكون هناك واحد القانون خاص آآ يمكن تسميتوا سيادة مشتركة طالما يسمونها سيادة مشتركة يعني يقدر يكون آآ شريع خاص بهاد المدينتين آآ هادهم فعلى حساب الجواب دياله يقول لك نعم ممكن يكون هاد تسير الخاص هناك يقول لك لا عارف اذا كنت يعني يقول له القضية يوم فيها هو ان الناس اللي سكنين في سبت ومليليا فهما يعني ليسوا حريصين جدا على ان يكونوا مغاربة يعني ما بغينش هذا الحساب القول ديال ما قالك يقول لك ناش لعاش يمشي سبت ومليليا فما غادش يقبلوا هاد الامر هادا فما علاقة ذلك بحقيقة ان المواطنين ليسوا على استعداد لقبول شيء كهذا وكأن المواطنات تحسب على هاد الحالات مع كل الاحترام الواجب يعني بحل للناس غاد يكونوا مقصومين على جوج ديال الناس فهوك يقول لك لا يقول لك مثلا الناس دول اللي دخلها في حزب الناتو فرغم يعني هما عارف الرسم دخلين في حزب الناتو ولكن كل واحد كيبقى بالجنسية دياله هناك يقول لك اسبانيا شنو عادي ترباح هاد الشي هذا مثلا الى قسمة تسير ديال المدينتين مع المغرب فكي يقول لك يعني هذا من شأنه بكل بساطة ان يؤدي الى تحالف اقوى اه مع الولايات المتحدة الامريكية بحكم ان الولايات المتحدة الامريكية الان هي اكتر قربان واكتر تحالف مع المغرب من اسبانيا حتى وكيقول لك لربما يكون هناك واحد تحسن اه في العلاقات ديال المغرب مع الاتحاد الاوروبي وهذا يكون بطابعة الحال اه قولنا هاتشهادة فهذا يكون هناك مفاوضة بصرف النظر بالطبع الفوائد الاقتصادية للسياسين يعني هذي يكون هناك هما كيفكروا في القضية ديال الفلوس بالنسبة للسبة الامنالية بحكم انهم مشدودين فكيقول لك عاد تكون هنا فوائد اه اقتصادية للدولتين وكأن لهذا المغرب يريد الوصول الى يقول لك يعني المغرب اه بحل يخصوه يقرب عند اوروبا يعني شنو عارف يستفد المغرب من هاتشي فاستفادة دي المغرب من هاتشي هادة كامل هو انه يعني اه غادي يكون اه قريب كتار من اوروبا وغادي نقوله بحل يتهد الامور ويكون حاليف استراتيجي الاوروبا المقال يا طول ولكن الاهم فيه اه هو انني بغيت نستفز التفكير ديالكم وقل لي الرأي ديالك واشكا تضن بان انه فعلا ممكن يكون اه تسير مشترك لهاد المدينتين حتى هنا نكون وصلت للاخر ديال الفيديو ديالي شكرا بزافة لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته